اخوتي اخواتي الازاز السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير ويرزقكم بالفضل والتسير والرزاق الكثير القادية ديال اليوم القادية ديال هاد ليلة غادي ديال العام الفين وستاش وبالضبط في مدينة اكاتير مع ناصر ديال الشرطة هيتفاجئ بوحد المواطن الاصل ديالو والجنسية ديالو كويتيا جاء عندهم اتمنى الكوميسرية وقال لهم را بغيت ندير واحد البلاغ ندير بلاغ باختفاء واحد سيد من العائد ديالي هاد سيد را هدي مدد ديال العشرين يوم برج المغرب وما بقنا عرفنا عليه حتى شي حاجة كان عيطله في تليفون ولا ان التليفون ديالو طافي فعلا السلطات من اللي يعرفوا انه مواطن اجنابي من دول الخليج انه سائح السيد غبرة واحدة مباشرة سيتفاعله مع البلاغ بجدية كبيرة طلبوا الاسم ديالو وطلبوا البيانات ديالو من هاد السيد اللي جايب اللغ هاد السيد اللي جايب اللغ هو خالو خول وليد ديالو هاد السيد كيعطيهم بعض المعلومات قال لهم هاد مختفي اسمته خالد سنديالو 40 سنة تقريبا وهدي واحد عشرين يوم برج المغرب وما ولا شبعا قال لهم انه ولد اخته هدي ماشي اول مرة اللي غادي جايب اللي جايب اللي جايب ديما كيش مرة كيمشي الاجادير مرة مراكش مرة طانجة مرة فاس يعني سائح ملف كيجي للمغرب من اللي سولوه هنا فندق كان فيه كلهم صراحة ولد خالسي ما كيبغيش يمشي يقرس في الفنادق كيدخل واحد الابليكاسيون ولها مشهورة بلما ندخل سميتها كيشوف شي فيلا شي بارط ما كبيرة كيكريها المدة هذه الاقامة ديالو في المغرب وهذا المرة هادي اراه جاب عطلة ديال الخمسة وعشرين يوم الخمسة يوم اللولة كان كيتواصل معنا كيجاب جربنا في التليفون ولا اني مراهن راه كان عطوله تليفون في اللول كان يصغني اشوية طفاف خطراء راه يوميا كان جربنا عطوله كان حاولا نتواصل معه سوا في التليفون سوا في الواتساب سوا في المسنجر ديال الفيسبوك ولكن راه ما كيجاوبنيش نهائيا عيت نتسنا عيت نتسنا ودك الشي لاش قلت خاصني نجي للمغرب نجي وندير بلاغ عند السلطات الامنية وفعلا البوليس خضوا الاسم ديال 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 لابليكاسيو وملي داروا البحث ديالهم عرفوا ان خالد دخل المغرب تقريبا هادي واحد اتنين وعشرين يوم خضوا واحد فيلا فيلا اللي كان في واحد المنطقة راقية في اقادير الاغلبية ديال الدور اللي كانوا في ديال بلاسة اللي كانوا في ديال الفيلا كانوا مازال عاد كي يتبنى ومازال في طور الانجل يبلاثة كارم خويا عارفوا اسمية ديال مولدك الفيلا من اللي تواصله معه من اللي جا عندهم قال لهم فعلا السيد راكران عندها الفيلا ومن الابليكاسيو خلص من بلاده بكارد فيزا من اللي يجل هنا تواصل معايا تلاقيتو وريتو الدويرة اعطيتو السويرتات ومشيت في حالتي هنا المحقيقين طلبوا منه انه يمشي معهم الضار دياله ديالك الفيلا وفعلا انكشي ليده بشامعة متنماء بقاوا كيدقوا كيدقوا ولا ان الضار مكان كي يجاوب فيها حتى شي واحد من اللي بدأوا كيدوروا عيكتشفوا ان الضوء ديالحمام والضوء ديالصالون بجوج بهم كانوا شاعلي مولدك قال لهم انا ما عندي تفكرة على هادشي انا عطيتو السيد السويرتات دياله ومشيت في حالتي معنو اللي انطلقاه حتى النهار اللي غاد يكون غاد يفحلته حيث هو مخلص ديجة الخمسة وعشرين يوم انا كريت له هاد مدة كاملة ودبرة بقت له غير تلتية تلتية نجي عندو ويعطيني السويرتات ديالي المحققين هي يوم يحاول يدقو هي يوم يغوتو كيدوروا بشتراجم شتراجم كلهم ريدو ديالهم غابط كيدقوا ويقاودوا ولكن انت شي واحد ما كيجاب وهاد شي اللي خلنا المحققين يقولوا مع ابنهم ممكن ان السيد يكون كاين وصدار وغالباً ستكون واقع عليه شي حاجة سولو ملضر وقالوا له ما عندك شدوب لها السويرتات ووش عندك شدوب لها سويرتات وش عندك شدوب لها لكي نحلوه لكي قلل لهم راي عندي الدوب لها السويرتات انا من اللي كان شري الكانو ديالباب كيجيو مع استة السويرتات السيد اللي كان كريله كنعطيه ساروت والباقي كنخلي عندي السيد كيجوز ديك المدة كيمشي في حالته ويرجع لي ساروتي هنا رجال الشرطة طلبوا امور الضار انه هو يمشي يجيب لهم ذاك الساروت اللي كي يحلوها الضار هادي وفعلاً ضغي يمشى ورجع عندهم جاب لهم الساروت ديال الدار وما بدك الوقيتها كانوا خضاوا ايدن شفاوي من عند وكيل الملك خضاوا ايدن النيابة العامة فتحوا الباب ودخلوا لزماء دخلوا باش يتأكدوا انا ما وقع حتى شي حاجة ما ولا يدني غير دخلوا مع الباب ديال الدار بدأوا كيش موش ينسمى ماشي هي هاديك شي ريحة خايبة في الدخلات ديال الباب ريحة ما كانش مجادة بزاف ولكن كينا نسمى هادي الشي حاجة ماشي هي ديال الشي ريحة خانزة وهذا الشي اللي خلال المحقيقين وخلالي احتموا الدار يشكوا بان كينا شي موصيبة الداخل دخلوا بدأوا كيقلبوا ومن اللي دخلوا على الباب ديال الدار كينا تصلوا في الجنب صالون كانت مع ليمن وقبلتوا واحد سيجور الصالة ديال الدار كانت كبيرة واستصاروا كينا واحد طابلة فوق منها حطوطها شي حاجة ديال الماكلة ما حطوطهم بزاف ديال القراعي ديال الشراب ديال الماكلة كانت خسرت خناست في اللول قالوا ممكن ان هاد الماكلة هي اللي ديال هاد الريحة خصوصا ان الماكلة اللي فوق الطابلة كان فيها الحوت وكان فيها اللحام والماكلة بحال لابداتك الدبود تم مكنوا بزاف ديال الحواج دكش ديال فوق الجافة الى اخره الفيلا كانوا فيها جوج ديال الطوابق التحت كان الكوزينة كان الصالون السجون مقبل معه كان واحد بيت نعاس ولين دك بيت نعاس من اللي قلبوا فيه ما لقوا فيه حتى شي حاجة بيت مقال مفرش مزيان مصاور ما فيه حتى شي مشكلة الكوزينة اللي كانت مرونة واحد شوية يعني غالبا ديك بطار كان فيها شي واحد كان فيها شي زائر ولكن هاد اللي كان فيها باين بأنه مدة طويلة بشخرج منها رجال الشرطة طلعوا للطابق اللول طبق اللولة فيها جوج ديال بيوت الناس تلقوا الباب الرئيسي ديال بيت الناس اللول مسدودة ولكن مزدودة بلا سهلت تلقوا بانياء كحلوها فوق النموسيه كان واحد كمية كبيرة ديال المنطات ديال الملايات لدرجة أن تلك المنطات مكومين بحال شكل جبل غير دخلوا البيت الناس لكن في الطابق اللول الريحة بدأت تجهد واحد شوية بدأوا يحيدوا تلك الملايات ركتر من ثمانية ديال المنطات واحدة فوق واحدة هم يحيدوا الريحة كانت زيد تعطيها كانت زيد الجهد حيدوا للخرق وفعلا ألقوا السيد ميتم الجتة دياله كانت في واحد الحالة متقدمة من التحلل أنا رجال الشرطة خرجوا كلهم كي يجريوا بيت الناس خرجوا باش ما يقصوا اي شيء وما يحرقوا حتى شيء من بلاستها أنا أم كانوا أعرف بأن هذه ليست خدمتهم هذه خدمة الفرقة الجنائية الفرقة ديال الفحص الجنائي خاصهم يأتي ويقلبوا في البصمات ويقلبوا في أي دليل جنائي خاصهم أي حاجة تبقى في بلاستها وما تتحرك ولكن الحاجة التي سيلاحظها أن الماريو بيت الناس كان محلول ووصل الماريو كانوا أحد الكوفرفور كبير ويقلبوا بابه محلولة لذلك الصندوق الذي يتحلل بالنوامر فعلا خرجوا احتاجت الفرقة ديال المصرح الجنائي بدأوا يرفعوا البصمات يقلبوا الأدلة يقلبوا على التليفون الضحية بإمكانهم أن يقلبوا ويقلبوا ويقلبوا قليلا على خارجه ثم الضحية ويقوموا قالهم لهم أدل تأثير حيث يتجعوا علموا أن يتجعوا فعلا ومعادوا فعلا أن يتجعوا ولماذا نعلم شيئا الذي يأتي لها ولماذا يأتي عن العلاقات هنا ولماذا يأتي بالضبط لهنا يعني لماذا بالضبط. رجال مدينة اقادير وخطى 25 يوم. ولا ان يخالوا. قال لهم هو الديمة يموت عن المغرب. يأتي لهذه الديمة. كل عام يأتي مراجوش. يعجبوا يدير سياحة. يأتي تسارة. ويرتاح في المغرب بزار. يجلس عشرية عشرين يوم بعد مرة ترشار. كل مرة يمشي لمدينة. ولا اني واش عنده علاقة مع عشي وحدها. ولا متعدد العلاقات الله علم. قال له من الصراحة. لم أعرف أي شيء. هو أصلا لا يعاوش الخصوصيات له. مع العلم ان هذا الخالد له سيكون قريبا في نفس سنة. وعندما تفعوا البصمات. هل يجب أن يقلبوا الكيسة التي كانت تماما المأكلة لأتات أي حاجة رفعه منها البصمات. ولا اني لا الكيسة ولا الفراش ولا أي حاجة. ما كان فيها تشبسم. يعني ما أر�� ما ان الي مرحل الاتاتبرة. أنا المحقق من اللي قلبوا على الحاتف ديه القلبوا على وراقه والز ajudامه. المهم أي حاجة كانوا يقلبوا على الهاتف ما رفعه كل يشي ready Madison حاجة ما. ماكيلا تريفه. الباسبور داخل الصفر ماكيينش. ورقه ماكيينش. فلوسه وواله. مهم ما رقوته حاجة. من اللي سهوله خاله. قل لهم انهم اللي كي يجي للمغرب. ركي يجيب معه مبالغ مالية كبيرة. ركي يجيب معه حصيصة. دول الخطوك يقولوا انك تعجبني السياحة في المغرب بزاف. ماكي يعجبني مشي التلشيدة ولا. المغرب كانت عندك فلوس تعيش بحل المالك. المحققين يبدو كي يقلبوه. من اللي سهوله دك ملطار. قلوا له ايش عندك شي كاميرا المراقبة. واش كينش حاجة بحل هكا ديال ديال الامان. كينش حاجة في الجرداء ولا في الدخلة ديال الدار. ملطار قل لهم لا. قلوا من اهد ويراك تكنسكين فيها. ولا اني من اللي اخرج تقعون. ولا دي مشوا بحلهم يقراب. وبقيت صغيرة انا ومراتي. تفقنا نويها. قلوا ناخد واحد قريضة صغيرة واحد الشقاء وسط المدينة. وهذه الفيلة التي امنا نكريوها ونحن نفلو الصحيحة. يعني يعاونوا بها الوقت. قلوا في عوض نكريوها لشي واحد اللي يبقى ساكنديما وتمان طايح. ثمان رخيص. قلوا نحطوها في الابليكاسيو. ونلقوا نكريوها بالليلة. انا المحقيقة شكوف مور الضعر. هذا مور الضعر سميتوا عبد الواحد. السندير كبير في السن الراجل. قريبا عنده 66. مزوج وعنده ثلاثة الوليدات. الشرطة وخاشة كنت فيه. والذي دروا البحث ديرهم. نرفع ان السيد الاستاذ متقاعد. السيد درويش. الزوجة ديرهم موظفة في واحد الاكاديمية دي التالي. ولداته بثلاثة بيوم يقرؤوا خارج المغرب. يعني اسره محترمة. السيد معروف ومحترم. عنده الدخل دياله. ما عنده حتى شي صوابق. استضاع بعيد عليه كل البعد. وقع الناس اللي كعرفوه كيشكروه. قع الناس كيقولوها فيه زينة. يعني ما عندهوش شي دافع. ديال القتل. مهم اليه الزوجة ديال الضحية. ودوها المصلحة ديال الشريع. دوها العمر. طبيب ديال الشريع يبدأ يفحصها. اللي يفحصها قلهم. أن السيد قبل ما يموت. ستتعرض للتعديب. قلهم ليدين دياله. ورجلين دياله. كانوا مضربين بشي آدات حادة. سواء يدين أو رجلين. كانوا كيعدبوه منهم. كانوا عندهم شي كادمة تعود في الجهة دياله. شي زروقية. يعني كلاوه بالعصار. كانوا عنده شي طعانات في صدر دياله. خصوصا على مستوى القلب. ومستوى البطن. ولا أني قبل ما يموت. كان لهم رقت قريبا واحد مدة تلاتة ساعات. الضحية كان يالله مارس علاقة جنسية. والعلاقة اللي دار. ما كانش مع بنته وحده. العلاقة مارسها مع الجوج ديال اللي بنات. الضحية من اللي قلبوا الدم دياله. عرفوا انه كان متناول كمية كبيرة ديال الكوحول. كان سكرا. ومن غير الكوحول كانت واحد من نسبة ديال المنوم اللي لقواها في الدم دياله. يعني السيد كانوا معي شي بنات. يعني مارس معهم مراهة. إما شربه هو بالإرادة دياله وله ما شربه شي مادة منومة. اللي ما يمكن شي فاق. إلا من امور ما تدوز لتا تساعد. الطبيب ديال الشريح. قلهم ان الضحية. راه دهبة حاليا. لوز 18 يوم هو مية. وعطاهم النهار بالضبط فوق اشتوفها. وعطاهم حتى الاسباب ديال الوافاة. المحققين كانوا متأكدين. ان السبب ديال الجريمة. هو السرقها بمية في المية. السيد غالبا. جاب ابنات. وهم اللي شربوه من بعد ما سكر. شربوه شي مادة منومة بلا مايق. سرقوه. ومن بعد قتله. ولان الطبيب ديال الشريح قلهم ان. البنات مستحيل. يقدروا يدلوا في هذه الحالة. والضاحية راكوستو. البنية الجسمانية دياله كانت قوية بزال. راكوستو دفوق النموسية راكوستو. طوية السيدة وغلاية صحيح. يعني مستحيل ان هالجوج ابنات. يقدروا يربطوه. يقدروا يعذبوه ولا يدلو فيه. هذه الحالة هذه. هنا المحققين مقاو حيرا. خصوصا ان المنطقة اللي كان فيها الفيلا. راها منطقة هادية. اغلب يد الفيلات يلا كيتبنعها. كلهم ما زال في طول انشاء. اني كل شي مازال خاوي. اني قليل فشكة الكرشي فيلا. اني كاملة وواجدة. ذاك الحي ما زال ما فيش ويدادية. ذاك الحي ما فيش العساس. ما فيه اتشي هاشا. وهما كو كانوا كاملة بالبني. على الاقل السكان. يدلوا واحد ويدادية. يدلوا العساسة. يدلوا ذاك الباريار. لكي يستطيعوا اللي حي اللي خاص. وهذا الحويش كيفيدوا المحققين بزاف. مهم. بوليس بدأو كيقلبو. حتى فعلا غالقوا واحد فيلا. اللي كانت في الراس ديال الشارع. من اللي يسؤولوا مولاها. قلهم ارى عندي الكاميرات ديال المراقبة. عندي واحدة في الدخنة ديال الباب. عندي واحدة في الجرداء. وعندي واحدة اخرى في الباب ديال اللي قارج. كلموا شوفوا. غادي رأتكم انتظاهر. وانتوا مقلبوا على خطركم. جبدوا قاعدة تسجيلات اللي بغيتوا. المحققين. من اللي يخضوا من عنده تسجيل ديال الكاميرات. من اللي يبدو كيقلبو. ورجعون النهار. برضى بكلمات فيه الطاحية. غادي يلقاو. انه كانوا واحد جوجبنات. واقفين في الباب ديال الفيلة. جات عندهم واحد. طاكسي صغيرة. هزتهم. ودازوا احد ديال الفيلة اللي فيها الكاميرات. ومديك الساعة. وقفوا تسجيل. داروا بوز. واخدوا الرقم ديال داك الطاكسي. بالنسبة لهم. البوليس. عيطر والفرح. لان هذا. خيط مهم بزاف. بحالة درس الخيط. بجول لك المكتب ديال الطاكسيات. عطوهم المرة الطاكسي. تم في المكتب. عطوهم السميات ديال الشيافر بجوج. اللي كيسجودك الطاكسي. اللي كيتناوب عليه. حيث واحد كيخدم الصباح. وواحد كيخدم في الليل. مهم السيد اللي كيخدم الصباح. عنده بعلاق. لانه لو قيتها. اللي. الكاميرا شد الطاكسي. ركنت قريبا. 12 دياللي. يعني اللي خاصهم. اللي عندهم به الغرض. هو الشيفور دياللي. يعني غالبا. هذا الشيفور. هو اللي كان سايك في ديك ساعة. فعلا. سدعوا المحقة كان عندهم. وبدو كيحقوا معه. بدو كيستجوبوه. وكيسولوه. وفي اللول. ضربها بنكرة. كيقولوهم. أنا ما عقل على التاشي حاجة. وبزافة دير عشرين يوم. وانا شيفور ديالطاكسي. وكل نهار كان هز الأشكال والأنواع. اهكد بنات. من اللي سؤولوا على ديك الليلة. قلهم انا ما عقلش. نارا. كان دور قدير كاملة. كان هز الناس بزاف. وفي ملقية الكورسة كان مشي. والكلية عندي تلانة. اي واجه عندي كان ديفي مبغى. وانا المحققين كانوا متأكدين ان الشيفور ديالطاكسي. ما جال ديك الليلة. إلا البنات اللي عيطولو. هيدا غالبا راهم كليانات ديالو. من اللي وراء وتسجيل ديالكاميرا. اهناسي اللي بدك يدففها. بدك يدرعاد ويدخوله يخش بالهضرة. المحققين من اللي لاحظوا انه ارتابك. بدهوا كيضغطوا عليه. كيزيروه. كله وفعلا. هذه البنات كليانات ديالي. كي عيطولي وكنوصيه. وما كانوا وصلهم شغال هاد الفيلة. ولا كنجيبوه منها كل مرة كنجيبوه من البلازة. نوبا نجيبوه منها ليلة. نوبا فيلا. نوبا دار. نوبا بارتما. وما كي عيطولي. كيتلا فيها مزيان. كي يخلصوا للكورسة ديالي. وكيضغبوه لها بعد المرة. على ثلاثة المرات. كي يجيبوه للعشاة. ما كان اللي كانشت. وما ينفكوا معي طولي. كان مشي نوصله. كانوا لهم مزيان. كي يجيبوه من البنات. المحققين يكتشفون أن لكل بنات بجوجة. واحدة فيهم عندها 18 عام. واحدة ما زال قاصرة عندها يلا 17 عام. ما زال صغيرة. الكبيرة اللي عندها 18 عام. اسمتها إيناس. البنت القاصرة اللي صغر منها. اللي يلا عندها 17 عام. اسمتها هيبة. هنا. البوليس قالوا الموت الطاكسي. شوفها الشريف. هذه البنات اللي ستجيبهم لنا. يعني انت. الصنارة اللي عجيبوه. انت هتكون محل الطعب. بجي منها جوجبنيات. يعني من اللي يطولك. عد هزهم. وعد قصد الكومي سريع. عجيبوه حتى لعننا. حيث من اللي يقلبو. ما عرفوا لا العنوان ديانه. لا فيك يسكنوا. ما عندهم يعني هم ته معلومة. هذه اللوقات المحققين. كانوا مكملين في خدمتهم. مكملين في التحقيق ديانه. من اللي يرجعوا للتقرية دي. الطبيب الشرعي. حيث السي تتحقيق لهم الكثير. ولكن ممكن. تكون عندهم علاقة واطيضة. بالوفاة ديالدك السائح الخليجي. هنا يبقوا كيف يفكروا. من اللي يشوفوا الوقيتة اللي خرجوا فيها البنات. يعني الوقيتة. اللي خرجوا من الفيلا. السيلكا ما زال ما تقتلش. هذا خالي تتوقيت الوفاة دياله. وما ترى ذلك الوقت. يعني غالبا ما أعطوهم مخدير. أعطوهم منوهم. وشي واحد جمورهم. هو اللي يتخلص منه. هنا رجعوا الكاميرا ديال المراقبة. وزادوا تقريبا ساعتين ديال الوقت. وفعلا يكتشفوا. أنه جات واحد طموبيل. جات من الطريق الأخرى. يعني الطريق خرد الفيلا. هالطموبيل نزوم لها جوج ديال رجال. وجوج رجال دائم من داك الكافون. مخبين وجههم. جوج طواهب. اغلاد. دخلوا الفيلا. تقوا فيها بالضبط. 45 دقيقة. موراها خرجوا من الباب. كي يجريوا. كي يجريوا. كي يجريوا. وغالبا. هذا الشاكوش سيكون عمر بالفلوس. ولا أن الطموبيل اللي كان هناك من فيها. رجع ما كان يباين فيها. لا أرقام الأول. غالبا طموبيل محروقة. مقاتلة. لم يباين شكل صائقها. هذه البلاسة اللي جاء. رجع من النهار. فعلا. فعلا. تقريبا تقريبا واحد. اليومين. وسأعيد البوليس. قالوا من البنات رغم عي طولي. وقالوا لي. سنين يجي عندهم. يجي موراهم. مع تقريبا اتناش ديال الليل. الواحد البارطمار. البارطمارة هنا في السنطرفين ديال اكادير. المحققة هنا. اسموا على الأدرا. ومشوا مع الشفور ديالتاكسي. اركبوا معه. شوية يوم كي. كي يوقف على ديالكو بنات. اركبوا معه بجوجة. بنات ما زال صغارة. الحوايج اللي كانوا لابسهم. خرجوا ما لابسهم. كما قال عادي الإمام. لابسهم ينغرهدو. بنات اللي. الزين ديالهم شي حاجة اللي غريبة. حاجة اللي كتضوخ. حاجة تشوفهم وخادة للمكياج. وخادة الحوايج اللي لابسهم. ولكن بينا انهم صغارة بزاف. مهم غيزهم والتاكسي. ادعوهم مباشرة على المركز ديال الشرطة. وكان راك مع واحد بوليسي النيت. السيارة البوليس عاود كانت تابعهم اللول. مهم اللي يدخلون لمركز ديال الشرطة. البنات. هيا وقفووا القبال. القوميسانية. خلوعين. كيتاعدوا. قلسوهم وبدأوا كيسولوهم. غير سولوهم عن الخالجي. البنات كانوا دير رأسهم مع قريج. قالوا لهم احنا كان نمشون مع بزاف ديال الناس. بزاف ديال الكلية. كانوا خالجيين. كانوا انصارة. كانوا مغاربة. ونحن ما عرفناكم شعلها من كانت تضربوا بالضبط. البوليس اللي اعطاهم العنوات. اعطاهم البلاسة في كيناديك الفيلة. اعطاهم اسمية ديال السيد. البنات قالوا احنا ما عرفناش. ولا ان المحققين. قالوا لهم الى كنتوا ما عرفتوش. الكاميرا رأى عارفة. رأى شدكم الكاميرا. وإلا انتم من اللي قتلتوه. غيرا غادي تخلصوا. بنات تبجوش بهم لا ايناس ولا هيبة. غير سمعوا القادية فيها القتلة. غير سمعوا انهم متهمين بالقتل. قدروا يتحكموا بالإعدام. قالوا لهم احنا ما عدنا حتى شي علاقة بها القادية. احنا ماشي اول مرة قدروا عن هذا السيد هذا. قدروا قبل منها غيب واحد يومي. مشينا عنده الضرد يالو. بدنا معه السيد صلافنا. اعطنانا بلاغ كبير. ما بلاغ اللي ما عمرنا حلمنا به. احنا كنا معافية الناس. وشفنا حل واحد كفر كبير. واحد كفر فور. من اللي حلو بانونا البوكي ديالفلوس. كفر عامة. من اللي رجعنا عن السيد اللي مخدمنا اللي كيسفنا. بقينا كنا عاودوا له. قلنا له النظار. رأى فيها واحد كفر فور في بيت الناس. كفر اللي عامر بالفلوس. قلنا له على الاقل عتكون فيه واحد ثلاثين تاربعين مليون. هو ديك الساعة. اش قال البنات. قال لهم ايه لا ولا عايت لكم هات السيد. اغادي نعطيكم واحد المادة. من اللي تكونوا جالسين معاه. غفله. وكبهله في الكيس ديالشرب دياله. حاولوا تشربه له بأي طريق. قالوا اللي ابونا سأطعنا واحد القريعة. وغيرت استوى واحد اليومين. خالد ولا عايت لنا. قالنا اجوا عندي باتوا معايا. وعاوتاني غادي نتها الله فيكم. قال لهم دوزوا اللي لمجموعين. وقالوا له فعلا. مشينا عنده تعشينا. بقينا قاسي نشربه. ولان ديك المادة ما نلقيناش كيفاش نديره ونشربه له. من اللي طلعنا البيت ناس. من بعد ما قدرنا علاقة. جبت لواحد الكاس ديالشرب. واخويت فيه ديك القريعة. فعلا هو شربه وشربه. قاقا اسمعنا واحد شوية. وبدك يغلب عليه الناس. الدرجة لان ديك الليلة. ما خلصنا شقا. تحكوا. ما لقاش كيفير خلصنا. ما اعطاني فلوس لا انا ولا عيبة. ديك سامل اشفنا ما بغاشي فقعينا ما نوضو فيه. قاعدنا الشفور ديال الطاكسي. جا عندنا ودانا عند السيد اللي مخدمنا. البوليس اللي يسولوهم لها تكون هادا اللي مخدموا. قالوا له اسمته اشرف. واحد السيد مزوج. وهو مراته هم اللي يجيبون البنت عندهم شبكة. وهو اللي يسيفطونها. من اللي سولو المحققين. واش كيتبشي وحتى عندهم البطار. يعني هادا اشرف كيتبشي عندهم البطار. قالوا له لا. لا هو ولا مراته را كانت لقاهم غير في الزنقة. إذا كنا مشوا شي بلاسة. إذا كانوا يوصلونا راهو ما براسهم كيوصلونا. مهم ما كانت لقاهم شو دارهم. كانت لقاهم غير بشي قهوة في الزنقة. المهم احنا غير كانت نتخلصوه. وكان نخرجوه. كانت لقاهم معنا في الزنقة. وكان نفرقوه كل واحد كي يديل باي دياله. كل واحد كي يديل ناصيب دياله. ذاك الشي اللي صورناه. كان نفرقوه معاه في النص. ومراته را كانت قلنا دي ما شوفوا اللي كتبتوا عليها. را غادي نتأكد ملكنيا. نعيطه في التليفون. ولا عرفت راعتكم كتر من هذا المبلاغ. را اخر مرة غادي نخدمكم معاه. اخر مرة نعيط لكم. ما يملأ اشراف. والامراته اللي اسمتها خديجة. را كي يعرفوا كليان كبار. كي يعرفوا كليان من الخليج اللي كي يعطيه مبارغ كبيرة. ودك الشي اللي كنا نضطرين اننا نخدمه معاه بالمعقول. يعني ما نديروا شي حاجات تحتف. لما حقا قلوا للبناء تبجوش بهم. خاصكم تعيطونا لهذا اشراف. ويمديروا شي سباكي مكان. باش هو اللي يجي عندكم. او فعلا البناء تكشي اللي دارو. عيطوا له في تليفون. وقلوا له شوف. راكين واحد الكليان. ولكن احنا بغينا ضروري. نتشاوره معاك. قعد نمشيه معا. اخفنا منه. اطلقوا احنا وياك. نفطرهم جميعين. ونعودوا لك شنوقح. فعلا الغدليه الصباح. دارو معا في واحد القهوة. ها اشراف الجاي هو ومراته. مراته خديجة. اول ما قلسوا في القهوة. البنات. والراوه المحقيقة. قالوا له. وهذا كسيد اللي قاس هو ومراته. اذكره هو اشراف وهديك هي خديجة. هاد ناس محسوا براسهم. تولقوا البوليس دايرهم ديهم. ودورت الخاتم. شدوهم. اعتقلوهم. ودوهم لمركز الشرطة. من اللي اجابوهم وقلسوهم. بدووا كي يبحثوا معاهم. اشراف ومراته ونكروا نهائيا انهم كيعرفوا ذلك البنات. نكروا انهم عندهم بهم شي علاقة لهم ولا الخليجي. اعنكروا. قالوا احنا ما ادناها تعالقى بهذا الشي ديال الفساد. وليني المحقيقين. من اللي وراوهم الرقم ديالهم. المكالمات. من اللي واجههم مع البنات. سمعهم الاعترافات ديالهم. اشراف قال لهم ثلاث. هاد هي الخدمة ديالي. هاد هي خدمتي لأنا ولا مراتي. من اللي يسولوا اشراف على الخليجي. على خالد. اشراف قال لهم انا ما عرفتوش. هاد اللي كتقولوا لي لي. ما قلتش لي. ان العلاقة اللي بيني بالكليان. هم البنات. كنصفتهم. كي يجيبوا الفلوس. كي يجيبوا ذلك الشي اللي قسم الله. كنفرقوا معه. وهكا كنقلبنا على الكليان. سواء من الانترنت. سواء من المقاهي. سواء من الفنادق. مهم لعلي ان انا كنجيب كليان. وكنجيب البنات. وكنلاقيهم. هاد هي خدمتي. المحققين هنا يا. ترى واحد الخطة اللي تكية. خطة وهرة. فرقوا اشراف على مراته. وكل واحد فيهم. مقاوكي يحققوا معاه بوحديته. المراته كانوا كي يسولوها. كتقول غي ما نعرف. ما عرفتش. اي حاجة قالوها لها. كتقولهم شوفونا. راح تاهد الشي اللي كي دير راجلي اشراف. راح ما عندي به. تشي علاقة. ولا ان المحققين. بقاوكي يضغطوا عليها. كي يحاولوا يستفزوها. احتى بدأت اعترف بكل شي. قلت لهم نشوفو. انا واشراف النهر الاول. كنا خدامين غير فوحات الباتيسري. بجوج بنا بدينا حياتنا. بجوج بنا ما كانت عندنا حتى شي حاجة. هو عائلة ولقت الحال. وانا عائلة كتار منه. تلاقينا في الباتيسري. تعرفنا نوعية. هو في الاول كان ولد محترم. ولد اللي يعمر له الضار. كان خداما على رأسه. وبعرك كتافه. كان ارتمره. كان يغير عليها. لدرجة ان النهار اللي تزوجنا. قال لي شوفي. متعة ريحي بحرك في الدار. ما تكمليش في الخدمة. ولكن. من اللي تزوجنا. كان هو جامع شوية الفلوس شباركة. وانا حتى انا كانت عندي شي باركة. جمعنا ذلك الشي. ودفعنا في واحد طريقة ما صغيرة. ولا ان من اللي يجلسني من الخدمة. الفلوس دياله ديال الخدمته. ما تبقاش كتقدنه. يعني الصالير دياله اللي كان كي يشد من ذاك الباتيسري. من ذاك الخدمة. وخا هو شاف ديال الباتيسري. وخا هو حرايفي صناعي. ولا ان الصالير دياله. مع الطريطة ديال الدار. ما تبقاش كي قبنا نهائيا. هم اللي كتزير الوقت كي يبدو المشاكين. مهم بدو بناتنا المشاكين. السيد بقوة ما. كتك نجرع عليهم. ما تبقاش بغي يدخلوا الدار قع. ديال ما كان كيبقى في الباتيسري. كي يسع المباتيسري كيبشي للقوة. انا وياهي لا تلقينا. انا كننبوض وصداع. وقناها كاك. حتى النهار اللي غادي جي. ويفاجئني بوح الفكرة. اللي يشوفي. عندي واحد طريقة. هنجيبوا بها فلوس سهلة مهلة. قلت له كيف هندروا الهاتف الفلوس. قل لي شوفي. اشتيا نويك. هندروا واحد الخطة. وانبقى وندخلوا واحد المبالغ. اللي هنعيشوا بها مرتاحة. سيدة قلت له كيف هش. قاعدين لها. قل لها انت بقيت تدخلي الانترنت. قاعدين لبيع الرجال. تهضر انتي وياهو. خذي الرقم ديال التليفون ديالهم. وبقية التواصل معهم ديالهم. قل لها حاولي انك نجيبهم للطال. يجلسوا معك واحد شوية. وانا غير واحد. واحد المدة. غادي نخلط عليكم. وانتي في ذلك الوقت. قل لهم حكا. منتعرفي معا. وقل لهم حكا. أنا مزوجة. أراج اللي رام صافر. نستغل الفرصة واجوها عندي. قل لهم حكا. ما هي الفكرة هذه. ما هي الشيء اللي بغينا نديره. ولا اني اشرف. ما قال لها. قال لها. أنا عارف شنو كندير. أنا متأكد. ان ما كان شي واحد. اللي احطى عليك سباوه. مجرد ما غاد يدخل الطال. يدوز خمسة ديالتقائق. عند خلال كنجري. عند خلال هذا الساكة الاساس. اني عاد جيت من صفر. وديك سانك شطوه. يعني بتزوه. عنده شي فلوس. عنده شي تليفون. اي حاجة غدي نحيده له. هو ما يبغيش شوها. طبعا على اساس ان راجل حصله مع مراته. اي حاجة غدي يحطه. غدي يبشي في حالاته. غدي نقسمه هنا وياك. ماهم هم الناس اللي كانوا يستهدفوا. هم الناس اللي يلباس عليهم. كانوا يدخلوا عند السيدة الطال. كانت تبقى تغطر إياه وياهم. كانت تضحك معهم. كانت تقول لهم. السيد هو خلاط الراجل. كانت تضحك. كانت تعرف عليهم في ميسنجر. كانت تأخذ معهم التليفون. كانت تبقى شده معهم مدة طويلة. حتى يتقوا فيها. كانت تستدرجهم من الطهر. كانت تأخذ النهار. كانت تقول لهم حكرة راجل المصافر. أجي وعندبته معي هذه الليلة. سيد غيك يدخل إلى باب الطاب. كانت تأخذ وزوه خمسة دقائق. راجلها كانت تأخذ. وإعادة تأخذ المموعة. يجب أن تأخذ الفلوس. ويجب أن تأخذ الفلوس. أي شيء مهم. مهم بها الطريقة وإن تدخله فلوس صحيح. أنا أشرف هو مراته هيقروا أن الضار دياله يعني البلاسة اللي كعرفون فيها الناس هيخليوها نقية ما يقربوهاش كلا واحد دوير أخرى وبقى مستمر لأنه لذلك شي مدة طويلة ولأن رغم هذا شي كامل رغم هذا الفلسطيكي كريسي والناس ما بقىش قدة أني يفو طلع عندهم يعني مستوى ديال الحياة ديالهم طلع طمع عماهم خلهم يفكروا في حويش غرين يطلوا شوف أنا وياك علش ما نقلبوشاشي بنات نديرو بحال الشبكة هاد البنات مقاون سيفطون عند الرجال وندخلوا الفلوس وفعلا نكشي ليدار ولو كيجيبوا بنات خصوصا صغارات خصوصا زوينات اللي يعطي للعين وهم اللي كيتكلفوا بهم كيشوفوا لهم الرجال اللي يكونوا معهم الرجال اللي كيعطوا فلوس كتير وكيسيفطوهم هم اللي عليهم الغدل في الصباح كيفرقوا معهم الفلوس في المص وهاد القضية وهاد الخطة بقوا عليها مدة طويلة احتل ذاك النهار احتل ذاك النهار اللي جاوا عندهم دو جوجو جبنات وقالوا لهم راسيد عندهم الكوفر عامر بالفلوس عيد أشرف الرجل هاجع عنده وقال له راجع عندي البنات اينا سهيبة قرم شوما واحد خليجي وذاك الرجل را عنده واحد الكوفر فور في بيت ناس عامر بالفلوس قال لهم الاحساب ما قالوا لي بنات ان ذاك الكوفر فور سيكون فيه تقريبا 40 مليون المرة هذه الساعة قلت له ما هو يدير قال له اشتريك الفلوس عندي وهالو انا اخذوها انصفي وهالو وعندي رجل باتي سريدينه وعنفضيه من هذا الوسخ كامل ونسمعه فيه اينا قلت له لكن كيف اش عدد تطول عنده قال لها غيرت هنا جبت واحد المادة منومة وعطيتها للبنات قلت له ملاعة والتصل بكم حاولوا من اللي تشربوها له من اللي تشربوها له وخرجوا في حالتكم وانا سنتكلف بالباقي فعلا عندك شيء كان دا سيومي الخليجي والتصل بالبنات مشاول عندهم الضار بقوا معه أعطوا هذه المادة المنومة ومن اللي يعرفوا انه ناس تخرجوا بحالتهم من الضار وعيطوا الطاكسي جاء عندهم تصلوا بأشرف وقالوا له السيدره ناس وذلك الساعة أعرف رأسه انه ما يمكن له شيء يدخل ببوحدته أعطوا الواحد صاحبه اسمه سمصطافا ومشا هو وبالمناسبة صاحبه اسمه سمصطافا احته ورقا داخل مع انفاد الروينا عند الروينا الرويناد الوساطة تشارك مع انفاد الشيء فيما يكون شي فيكتين شيء خالي جيء اللي صحيح كي يجيب له نحته وكن يجيب البنات هو كي يجيب من عند الرجال هو كي يجيب الواساطة هو كي يجيب النفس لحرفة الأشرف كي يقسم مع البنات الفلوس هو أمسطافا يحسو بالراجر يجيب أن نعز دخله عنده الطار قلل لنسوف واحد الكرسي وربطوه رابطوه وإنه احتفق من اللي قالوا له الكود دي الكوفرفور الراجل السيد البنية الجسمانية دي رقوية بقى يحاول يتمنطر بقى يحاول يقطع ذلك الحبل اللي يربطوه به يحاول ينضل ولانهما ديكسة جبدوا واحد الادات حادة وبدوا يعدبوه ينغذوه في رجله يطربوه اليدته يطربوه للوجه دياله بقوا يعدبوه يبركو عليه يبركوه على دفاره حتى غادي يقولهم الكود ديال الكوفرفار اول ما حلوه خضوه الفليسات ستفوها في شانده وقروا ديكسة انهم يتخلصوا منه لانه كان شافهم عاقل الملمح دياله ما كانوا متأكدين انهم اول ما سيأخذهم ديالك الضعب ينخلوه حي في البلاس عائية البوليس يقولهم ما هو واقع والبوليس يخدمون معها خدمة نقية طبع رجال الشرطة سيجيبوهم في نهارهم مهمات الجوج بدأوا يطعنوا في الخليجي حتى تأكدوا انه مات الزوء ترفق النموسية ارضوا عليه ذوك الملايات كاملين عندما لا يعطيش الريحة ضغية يعني الجوجة دياله خط حلل لما تخرج الريحة وفعلا مشاوا الفيلا ادوهم ودروا اعادة تمتيل جارمة ورهم كيفاش كان في النموسية ناعز كيفاش ربطوه كيفاش كانوا يعدبوه ومهم بالنسبة للاشراف كانت كي قالوا نشوفوا من اللي تخلصنا منه من اللي اغطينا الجوجة دياله بقينا كان نضوره في الدار قالوا اخذت واحد فوطا وقلت لصاحبي ضروري المسحوا اي بالله ساشكينا فيها ان يكون فيها بصانات لا دياله ولا دياله ومهم عن المسحوا كل شي قالوا مسحنا الكساد فراشت لعظابو ديال الحمام بيتناس راح تنبصمت ديال اللي بنات ما خليناها امش قلنا ما بغينا نخليه حتى يبصنا سدينا الباب خذينا التوموبيل ورجعنا في حالتنا رجعنا النيت من الطريق اللي جينا منها بالنسبة للاشراف هو صاحبه مصطفى دازل المحاكمة اشراف هو صاحبه تحكم لي بمؤبد على شهت عندهم القتل اللي عمد مع سبق الاسرار والترصد مرات خديجة مرات اشراف تحكم لي بخمسطاشر عمد الحبس بزراب ديال التوهم المشاركة وعندها الوساطة وعندها بزراب ديال حوالي تهي يمشاركة في الجريمة اما البنات تهي يمشوا بتهمة الفساد حمده الله انه ما كانوا يمشوا بشاركة في الجريمة تحكم عليهم تلت سنين ديال الحبس نسبة للشيفور ديال الطاكسي كانت عليها احتشي حجة واحتشي دليل انه كان فرصه عشانه سيققع في الفيلا كان لهم انا عادي كانت ليل كليان وكانت ديال خدمتي يقولوا لي اجي كان ماشي ندبر على طرف ديال الخمس كان وصلهم ديال الخدمة ديالي ولكن انا ما عندي احتشي علاقة بهذا الشيء هو فعلا المحقق من بعد ما دلوا التحريات تأكدوا ان الشيفور ديال الطاكسي بعيد كل البعد السيد كان يوصل الليبنات هو عارفهم انه مخرج من الطريق عارفهم شنو كيمشي ويديرو وفيك يكونوا ولا انه ما عنده تشي علاقة بهذا الجريمة هذه وذلك الشيء لاش؟ عطاوه البراءة حتى واحد ما ورطو في الجريمة حتى واحد ما قال بي انه ملطاك سيرا عارف تشوف ناس ما عندهم لقيام ولا مبادئ هاد اشراف تعجر في الشرف دياله ريس كاب مرتو يدخل عندها رجال هذا شيء ما عنده علاقة لا بشرف ولا برجولها ولا بنخوف العوض ما يقلب على خدما بعرك كتافه مهم الناس كانوا يقلبوا على الفلوس سهل وصافي لا يكتب ايام كاتب الخير لا يخرجنا مدار لعب باللعب لا يرزقنا حسن الخاتمة ويجعل اخرنا حسن ما اولنا ويجعلنا خفاف دراف على قلوبكم ويرزقنا الصحة والسلامة وطول العمر والفلوس الحلال اخوتي اخواتي ارزو بخير تقرب ان شاء الله في نفس المواعد اصحى الله اشتركوا في القناة